السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على مجموعة مطور التلاجة او الكباس بتاع التلاجة او الضغط بتاع التلاجة. ده الرليه. ده بيكون شكله. وده الاوفرلود. ودي المجموعة الالكترونية. طبعا الناس كتير عايزة تعرف سعرها. لان سعرها مختلفة. نتكلم على سعرها وتقدر تشتريها منين. وايه سبب اعطالها وكل حاجة عن المجموعة. دي الالكترونية اللي بتركب في وتركب في معظم آآ انواع مواطير التلاجة. في مجموعة بالشكل ده عبارة عن رلي ووفرلود برضو. بيكون كده بيحس بالسخنية عشان يفصل. وفي اشكال تانية منها على حسب الشكل. طيب آآ المجموعة دي لما المطور آآ يفصل ويشتغل في ثواني بيكون الرلي ده بايس. الرلي ده بايس. وبعض المواطير آآ بيركب آآ المجموعة بتاعتها ممكن يركب الالكتروني. لانه بيركب على معظم المواطير خصوصا اللي هي بتاع التلاجات المنزلية. مش التلاجات اللي هي العرض او تلاجات البلسية او الحاجات دي. فلما يفصل ويشتغل بيكون الرلي آآ تارف لانه تأكد ازاي بيبقى لما نيجي نعمله كده بتلاقيه بيخبط معانا وبيلف معانا. طبعا في منه لون بني او ابيض او اسود على حسب آآ مفيش مشكلة في اللون. وده الاوفرلوت. الاوفرلوت ده بيفصل خالص فالمطور ما بيشتغلش تماما لما يكون بايس. او آآ بيكون مكسور او اي حاجة. طريقة آآ توصيله بمطور التلاجة او كباس التلاجة اتكلمنا عنها آآ سهل جدا. اللي هو بيكون آآ ده بيركب في الجزئين او آآ الجزئين اللي بيكونوا برسين. وده بيكون في في الاوفرلوت وتركيبه سهل جدا. وبيوصل آآ بالكهرباء من هنا. ومن بالترميلة طبعا من هنا. ارجو ان هي يكون واضحة. آآ طيب الاسعار لو جبت الشركة او التوكيل. طبعا لو في الضمان بيركب مجانيا. لو آآ تلاجة في الضمان او الفريزر بتاعنا فبيركب مجانيا. لو آآ غير الضمان وكلمت الشركة بيركبوه تقريبا بربعمائة جنيه. وبيكون اصلي. وآآ ممكن في بعض الشركات التوكيلات بياخدوا رسوم صيانة مية مية وخمسين. وفي بعض الشركات ما بياخدوش رسوم صيانة بياخدوا بس ربعمائة جنيه. يعني آآ اقل لحاجة الشركة لما تيجي تركبه بيكون ربعمائة جنيه او ممكن توصل لستمائة جنيه على حسب الشركة اللي انت بتتصل بها تشيبك ريازي فريش بيكو اي شركة طبعا تشيب هاي اللي ما بتاخدش رسوم سيونة بقية الشركات معظم الشركات بتاخد رسوم زيارة فدوت نقول الشركة متوسط ربعمائة جنيه طيب لو هتجيب فني يركبه الفني بيرجع للنوع او لمكانه يعني ممكن واحد ياخد منك في تركيب ومين جنيه وممكن واحد ياخد منك خمسمة جنيه يعني بيحسب انه هو جاي مثلا في اوبر او في تاكسي او في مشوار بعيد او مشوار قريب او بيد النفسه ايه ما اللي هو راجل متعلم الشغل وعارف وفاهم فيه وخد وقت عبر المعارف العطل فين وغيره مش مجرد اه تعال غير لي فيه فرق بين تعال غير لي وتعال اشوف لي التلاجة فيبدأ يفحصها ويفتشف الندال عطوي غيره فيكون الرسوم ده طيب احنا ممكن نركبه بنفسنا فيه ناس بيبقى عندها الهواية فيه ناس بتشوف فيديوهات فيه ناس بتعالي فبتمكن تركبه بنفسها ازاي بقى نقدر نشتريه وسعره كام لو نشتريه وهنركبه احنا اه وفيه اصلي ولا لا اه اه فيه اصلي وفيه عادي العادي اه تقريبا اه الاتنين دولار عاملين خمسين جنيه اه الاصلي بيبقى عاملين سبعين تمانين جنيه ده الفرق بيكون بسيط بين الاصلي والعادي والعادي ده كويس جدا وبيعيز سنين السنين ومخوش اي مشكلة تمام واللي احنا شغالين به ويه كويس مفيش فرق كبير بين الاصلي اه بالعكس انا شايف ان هو اه الاتنين واحد مفيش اي فرق ما بينه طيب نشتريه منين ده لو اربعين جنيه اه وخمسين جنيه لحد سبعين جنيه ده بيكون في محلات بيع قطع غيره اي محل بيع قطع غيار اجهزة اه منزلية اللي هي تلاجات وغسلات قطع الغيار بتاعتهم ده هتلاقيه فيه هتلاقي فيه الانواع بتاعته الاصلي او اه العادي زي ما انت حابب تشتريه وتقدر تركبه اه فيه اه عايز تشتريه اونلاين اه هتشتريه طبعا اه من على امازون او نون او في اي مكان اونلاين طبعا بيتباع غالب ممكن متين جنيه او تلتمائل جنيه فغالي لو هتشتريه ارخص حاجة من المحلات اي محل غريب منك او لو في القاهرة في شارع نجيب الرحاني طبعا محلات كتير او اي محل اجهزة بقطع غيار اجهزة منزلية هيكون تمنوا في حدود 50 جنيه وتقدر تركبه من نفسك واتوفر كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر